أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بنو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر إعجاب ليصلكم كل جديد موضوع اليوم هو مدينة الخميسات هذه المدينة التي تعاني التهميش والإقصاء نحاول اليوم أن نسلط الضوء على ما هو الحل لتغيير هذه المدينة إلى الأحسن أولا وجب على أبناء مدينة الخميسات أن يتحدوا ويترقون الأنى ويعملون من أجل الصالح العام أما بخصوص إصلاح المدينة ومحاسبة المسؤولين هناك حل وحيد لا غير وهو تجمع أهل أو ساكنة مدينة الخميسات أو ساكنة إقليم مدينة الخميسات والدهاب على الأقدام إلى القصر الملكي بالرباط ورفع شعارات التي يجب أن تصل إلى جلالة الملك ليتدخل ويحاسب كل المسؤولين الحاليين والصابقين وأيضا ليتم الإفراج عن مدينة الخميسات من التهميش والإقصاء الذي طالها وطال ساكنتها هذا هو الحل الوحيد وغير هذا الحل فننتجدون أي حل لأن السلطات بمدينة الخميسة والمسؤولين الكبار يحكمون قبضهم على المدينة وأي غيور على المدينة يحاول أن يتكلم للنهوض بهذه المدينة وساكنتها ينال العجب والعجاب لهذا أقول لكم بأن الحل الوحيد هو الدهاب إلى القصر الملكي بالرباط لي نقوم بإصال كل معاناتنا إلى جلالة الملك وسنتحدى الأمن إذا وقف في طريقنا بين مدينة الخميسات والرباط لأننا نسعى إلى الصالح العام والتقدم ولا نسعى لهدف آخر فنحن في مدينة الخميسات نعيش الفقر والفقر المفقع والفقر القاتل لم يعد لنا سوى أن نقاتل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته